في هذه الحقول والرقعة جولتين التراخيص الخامسة التكميلية والفترة من 11 من أيار اليوم وجولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة ستشمل 12 محافظة تتضمن هذه الفرص الاستثمارية بالإضافة إلى المناطق البحرية في الخليج العربي وستسهم هذه المشاريع في التوسع الاقتصادي ونمو هذه المحافظات من حيث توفير فرص العمل وتنشيط النشاط الاقتصادي في المناطق المحيطة تدريجيا ونأمل الإعلان خلال الفترة القادمة إن شاء الله عن ارتفاع الاحتياط النفط العراقي المؤكد إلى أكثر من 160 مليار برميل وهذا ما يعزز من دور العراق في الصناعة النفطية المحلية والعالمية إن العراق رقم صعب في معادلة الطاقة والثروات النفطية في المنطقة والعالم لقد وضعنا منذ اليوم الأول هدف استثمار هذه الثروة بدءا من إيقاف حرق الغاز المصاح الذي سيتوقف إن شاء الله خلال ثلاثة إلى خمس سنوات بعد إكمال المشاريع التي أبرمت في الأشهر الماضية ممثل الشركة لوضع العماء الصدوم الشركة التي تقدمت بعرض 66% لها شركة زبك وفازت بهذا الحقيق شكرا